عندي سؤال الآن أنا في الحجر المنزلي أنا مع أبنائي داخل الحجر المنزلي السؤال ماذا تريد أن تفعل أثناء الحجر المنزلي؟ عندي مصفوفة اسم مصفوفة الجهد والأثر الجهد والأثر فعندي مصفوفة الآن اسمها مصفوفة الجهد والأثر ما المقصود بالجهد والأثر؟ كم ستبدل أنت من جهد أثناء وجودك في الحجر المنزلي في مجال معين؟ وكم سيعود عليك من أثر أنت وأسرتك على هذا الأمر؟ جيد؟ فعندي الآن بالشكل التالي عندي الآن مصحوب هذا الشكل عندي الجزء الأول الجهد الجهد الذي تبدله قد يكون جهد عالي وقد يكون جهد منخفض والآثار التي ستعود عليك قد تعود آثار عالية وتعود عليك آثار منخفضة حلو على هذا الأساس سيكون عندي الآن أربعة مربعات مربع الأول هنا جهد منخفض جهد منخفض وآثار منخفضة هذا المربع الأول في هذه الحالة أخي الكريم اللي سيحصل معي أن بعض الإخوة يقولون والله لا قطع الفترة دي كلها بالنوم نوم أدقها كلها نوم أولا ألعب كلها بألعب بلوت طب هذي فعلا الجهد منخفض وأثار منخفضة ما في نتيجة بس بعد من عديد الأسبوعين تكتشف أنك أنت خرجت من هذه بدون أي نتيجة صح جيد فهذه المشاريع ليس لديك أي أثر ايش نسمي هذا مربع هذه مشاريع نسميها مشاريع نقول عنها مشاريع يعني نسميها نقول عنها الوقت الضائع هذه ممكن تشتغل عليها أنت في الوقت الضائع لما يكون عندك وقت ضائع ممكن تشتغل علي خلني أضع هذه كذا بلون كذا أجمل عشان نمشي معنا كذا ومعك الأخضر الوقت الضائع نعم باللون الأخضر بنقول عندي الآن الوقت الضائع أمنا ممكن أضعها والله بالأخضر نبقى خليها بالأسود لأنها سودة هذه لأنه وقت ضائع الوقت ضائع هذه متى ممكن تستخدمها ممكن تستخدمها أستاذ الكريم في الوقت الذي عندك فيه فضاء يعني أنت الآن روح عن نفسك ساعة وساعة بس مشكلة مشكلة ساعة صح جيد في عندي مشاريع فيها جهد عالي وآثار منخفض هنا جهد عالي وآثار منخفضة يعني أنا أبدل فيها جهد كبير جدا وآثار منخفض مثال كل وقته يلعب بلستيشن فيه جهد عالي ولا تفكير تفكير ويقولك أنا لازم أصفر اللعبة خلاص طب راحة الأيام عدت الأيام هو لم يستفيد شيء ولا نتيجة ولا نتيجة بالتالي اللي حصل معنا إيش نسميها هذه نسميها مشاريع نقول عنها ناكرة للجميل إيه لأني أعطيتها وقت عالي لكن ما سوات لي شيء نعم نكرت جميلة يعني بعد ما أخلص ثلاثة أسابيع من رحلة الحجر أجل سألك سؤال طب ماذا فعلت أنت في الاختبارات ما درس طب ماذا سوات أنت من منجز ما في منجز هي مشاريع ناكرة للجميل أصلا عدت الفترة كلها في مشاريع ناكرة الجميل عندي مشاريع فيها جهد عالي عندي جهد عالي وآثار منخفضة آثار عالية ما عليش أنا أسف آثار عالية هذه المشاريع نسميها مشاريع نقول عنها البنية التحتية مشاريع البنية التحتية لماذا سميناها البنية التحتية؟ لأنها جرسة تجهزك يتجهزك عشان نجي مربع اللي هنا اللي فيه سيكون بعد شوية آثار عالية وجهد منخفض إذا أنت اشتغلت هنا بشكل جيد ستحصل على هذا لا يمكن نحصل على ذلك كلنا نتمنى أن نحصل على ذلك لكن لا يمكن تحصل عليه إذا بنت هنا مثال على ذلك تقول أنا أريد أن أحفظ صورة من القرآن الكريم جزء من القرآن الكريم هذا مشروع جهد عالي وآثار عالية تقول أبغى ألف كتاب هذه الفترة سألف كتاب فهذه الفترة عندي ولدي كان مراهق وعندي مشكلة دائماً ما أقدر أتواصل عنه فهذه الفترة عندي برنامج سيكون جلسة مع ولدي أبغى صاحبه فرصة لي الآن قريب مني وأنا الآن نسأل صاحبه كان عندي مشكلة مع زوجتي زوجتي ممكنني أن نتواصل عنها بشكل جيد فرصة الآن أنا إياها تعالي نضحك أنا إياها ونمزح فرصة نعيد مرة ثانية اكتشاف بعض فبالتالي فيها الجهد قد يكون عالي وآثار مالها عالي علينا طيب تعالي يا أخي الكريم أنا أبغى أتعلم من خلال التدريب الإلكتروني ممكن أحضر دورات تدريبية طيب أنا أبغى أغير في عملي من فترة طويلة أبغى أسوي خطة بس ما عنديش خطة للعمل فأنا أقوم الآن بمشاريع نسميها مشاريع البنية التحتية نعم إذن الأولى الوقت الضايع جهد منخفض وآثار منخفضة ثم الناكرة للجميل جهد عالي وآثار منخفضة جهد عالي وآثار عالية هذه البنية التحتية الرابعة إيش تسمى؟ الرابعة عندنا هنا فيها الآن جهد منخفض عندنا جهد منخفض وآثار عالية لأننا الآن نستثمر الجهود التي لدينا موجودة الشيء الذي تعبنا هنا سيستثمره هنا نعم يعني مثلا فلنقول أنا أول كنت مثلا عندي عرض بوربوينت سويته مثلا حقيبة تدريبية ألا أستطيع أن أستثمرها أن أدرب الناس فرصة الآن فرصة لي أن أدرب الناس فإذا كان عندك استثمارات من أول تستطيع أنك أنت الآن تستثمرها إذن متى نصل إلى مرحلة الجهد المنخفض والأثار العالية؟ إذا نحن تعبنا تماما في البنية الأساسية في التأسيس في البناء ولذلك لما نتكلم الآن عن فرحة الآن وجودنا داخل الحجر المنزلي أنا أسأل السؤال إحنا فين موجودين؟ يعني الآن إحنا عدينا سبوعين في الحجر المنزلي أين كنت في أي مربع تجد نفسك أكثر؟ جيد؟ هل أنت أكثر في مربع الآن الوقت الضائع؟ هل أنت في مربع الآن الناكر الجميل؟ هل أنت في مربع البنية التحتية؟ هل أنت في مربع الاستثمار؟ والسؤال حتى ما تستثمر في هذا المكان؟ يجب أن تضع خطة بشكل سريع جدا لإنتقال مربع حتى ترسم معالمة لأن الوقت بالنسبة لك هو أمانة صحيح الآن عندي باقي فكرة واحدة بس نقولها للأخوة نعم خلي بس على الزوم على حتى مصفوفة الجهد والأثر الجهد والأثر؟ نعم اللي هي لو على الزوم مخرجنا الكريم يصوروها المشاهد الكريم ممتاز يا أخي بطلة وأحلم فيها الخط حقي تعالى لا لا واضح أنت جميل ومتألق جميل أسلم الدكتور الآن عندنا إحنا على هذا الأساس إحنا الآن مفروض نقضي فترات لكن المشكلة أخي الكريم لسنا كلنا بنفس الطبع لسنا نكون في السنة بنفس الشخصيات بعض مننا مش شخصيته شخصية جادة تروح بنية تحتية وبعدين يروح أثر صح لا نحن الآن متراوح جيد؟ أثناء هذا التراوح يجب أن نصمم برامج لكل الأسرة نعم المشكلة التي لدينا الآن موجودة لابد أن تكون في مرونة في مرونة لذا تجد بعضهم يقول لك أنا طفشت يا أخي أنا جالس في البيت ما عندي عمل ما قدر أسوي شيء ما تقدر تقوله تعالى اقرأ كتاب هذي مثاليات ليس كل واحد سيمسك كتاب يقرأ في نظره نعم هذي مثاليات هو يرى الآن هذه الشخصية ترى أن هذا أنا ما أمكن ألتزنبه هنا يأتي الآن عندنا فكرتين أساسية سنتكلم عنها بسرعة بصفوفتين نتكلم عنها ثم نروح نعطي الأسرة مجموعة من البرامج ممكن نسويها وعلى فكرة أنا جربت هذه البرامج وجدت لها تأثير سبحان الله عجيب يعني تخلي حياتنا أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى أثناء وجودنا في الحجر المنزلي وعلى فكرة أخرى